تفتكر احنا هل في جزء من الحظ ولا اللعيبة فعلا قلبهم على المنتخب يعني كنت لسه بفكر ان احنا الحمد لله الحمد لله احنا محظوظين جدا بحراس المرمى يعني احنا عندنا من اول زمان جدا من 86 يمكن وحتى السد العالي والاختبوت الشناوي وجبل حتى محمد صبحي لما نازل اللعب كويس قوي واللعيبة البهم على المنتخب وعلى الجمهور المصري محدش خايف على اصابات من الملاعب او حاجة مع ان كان فيه هجوم قوي من اللعيبة الكاميرون شايف احنا فيه حظ ولا فعلا اللعيبة عايزة فعلا تفرح الشعب المصري الحظ والتوفيه ما بيجيش لأي حد بيجي للمجتهد اللي بيتعب وبيسعى للموضوع ده المنتخب المصري انا هتكلم يعني بشكل عام قبل بداية البطولة ما كانش فيه توفاقل اكتر متفاقلين ما كانش يتوقع احنا نوصل بعد دور المجموعات وبعد كده هنحصل خروج مباك اللعيبة بدأت البطولة بشكل سايق جدا كانش فيه تحضير جيد للبطولة وده كان واضح جدا من ورات ناجيريا بالتشكيل الخاطئ او التمركز الخاطئ اللي بعض اللاعبين في الملعب بعد كده مباراتين السودان وغينيا او غينيا والسودان احنا كان دايما في البطولة المجمعة بنقول اللي عندنا تدرك في المستوى لا احنا ما كانش عندنا تدرك في المستوى للأسف دور المجموعات حاجة والدور الاقصائية حاجة تانية خالص حصل تحول رهيب جدا في اداءة منتخب مصر في الروح اللي كان عليها منتخب مصر بعد مبارات السودان خدنا فترة راحة اسبوع اعتقد فرق كبير جدا كانت نقطة فارقة في مشوار منتخب مصر تصريحات محمد صلاح خلينا بقى نقف شوية في النقطة دي محمد صلاح والتحول الرهيب في شخصيته التصريحات اللي اطلقها قبل مبارات كوديفوار او في المؤتمر الصحفي ان هي كل الاعلام لازم يتوحد ولازم يكون خلف منتخب مصر مفيش انتماءات لقندية مفيش انتماءات للعب معين فرقت كتير جدا 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 مع شخصيت المنتخب مصر فرقت كتير جدا في الاعلام فرقت في الدفع المعنوية للعبين لقينا روح مختلفة تماما من مبارات كوديفوار من مبارات كوديفوار المنتخب طمعنا خلاص احنا لما شوفنا الاداء والروح والاستبسال والشكل الخطط اللي جوه الملعب لأ طمعنا بشكل كبير جدا في البطولة كان هدفنا بدأنا ان نتطلع ساعة الطمحات يزيد يزيد ومع الوقت شوفنا مبارات المغرب مشوار صعب جدا خلي بالك يعني احنا مشوارنا كان صعب جدا عكسا متخب الكاميروني متخب الكاميروني بيلعب جزر القمر بيلعب جامبيا لأ مش هيدي المستوات يعني لعبهم في دور الستاشر جزر القمر